دكتور رائد نحكي عن الصداقات لأنه نحكي بالماضي لننهي علاقة عاطفية صداقة عاطفية يعني أنه بعضهم يمكن أن يصبح علاقة سامة وهو نفس الشيء يمكن أن يصبح علاقة سامة أو مضرورة نحن نعملوه الانهيئة في الوقت مضرورة انهيئة لأنه قد لا ننهي علاقة لكن التخفيف من وطيرة العلاقة هو يكون شائع أكثر ليش صعب ننهي علاقة أنت قلت يعني هذي عن جد حكمي قل ما ننهي علاقة لأنه ليش صعب ننهي علاقات كثير فوتس فوتس أهلي دهرة صعبة في واحد ينهي بس عقول أنه شو بيستلزم أنه واحد ينهي علاقة بدي يكون جرحني كثير يعني للعضم مثل ما بقوله في خياني خيانة صداقة لحتى واحد خذلني بموقف ما يعني لحتى خذلني بموقف اوكي بقول افتكرته أقرب من هيك لأليه في موقف صعبة تكون مارئة فيها بالحقيقة لواحد بلايه أنه حدا بيعتبره نعزل أصدقاء الصديقات موقف حده هذا بخفيف هذا ما منا داعي للهل في ناس بيبتروا دغري لأنه ما حكي معي العتق في ناس بتعتب على حي الله شيء وحسيت كثير ونقنقة انه اتصالت في مرتين مرد أو بعضت له رسالتان نصي وعملت له بلاك مرد دغري يعني هون بيأتي مفهوم الصداقة عند كل واحد فمن هون بديك تعرف لنا الصداقة يعني لما بتقول صديق من هو صديق؟ صديق هو حدا نحس حالنا أنه في اشياء مشتركة بيننا وبينه ممكن نكون بعضها قيمية مضرورة قيمية على آخر لكن نلتقي باهتمامات مشتركة أوقات هويات مشتركة وهموم حياتية مشتركة نعم منهم نقول أنه أوقات نقول ليه ما تروح عند فلان أو تظهر انت أو فلان أو قبلت دعوته ما في شي مشترك بينه وبينه يعني بلتقي فيه خمس دقائق بس جلسة اجتماعية إذا ما في حضور أكتر تضيع القصة ما في شي مشترك بينه وبينه شو يعني ما فيه اهتمامات ممكن قيم وغير قيم شو بنا نتلاقه؟ نعم مثل هلأ جينا عدنا موضوع غزة كله سوا في فلسطين ما بيعني له ما رح أقدر هلأ وجد حالي معه يمكن فترة تانية معقول أو آراء مختلفة ربما كليا آراء مختلفة ممكن نكون صديق صديق أو صديقة ونلتقي بأمور هذه نقطة حلوة نلتقي بأمور كثيرة لكن آراء مختلفة اقتصاديا آراء مختلفة سياسيا آراء مختلفة دينيا نعم مش غلط أن يكون صديق فإذا يعني الخليف الذي لا يؤدي إلى اختلاف بل إلى تنوع وتبادل نعم لما يكون من لون واحد كل صحابه وأصدقائه دائرة معارف من لون واحد معنات أنه أنه أنت كمان ما عم تتطور ما عم تلتقي بالآخرين لتعرف شو وجهات نزلهم بأمور مختلفة كمان هذا من نوداعي لأنه بوقت معين أنه الوضع حساس ما بدي أقعد مع أحدا يقعد إلي على وطر معين نعم ما نصبت وهي دي كتير وقت الانقسام 14 و 8 قدار صارت سائدة من أسم الأصدقاء حتى من أسم الأصدقاء حتى مع صديق صديق جزء من حياتنا اليومية أو من خفف مثل ما قالت من خفف هي لما ما يعرفوا حدود وين الحدود يعني في بعض الناس بيعتبروا إذا وهي دي شائعة كثير هلأ عند المراهقين بفترات العشرينيات بتطول لكن أكتر فترة المراهقة بسيء بدأت تستملك صديقتها يعني بالتغار إذا صديقتها هلأ تنضي وقتا مع صديقة أخرى كأن خياني لأ لا تزعجها وإذا بدأت تكون معا بدي أكون أنا وياكي وحدنا ما يكون في حدا وعلى طول هوني بتقول أنا بحب فيها مثلا الصفات التالية صديقة تالية أنها كذا كذا لكن بنفس الوقت انكبلتني وما تعرف هوني ما بعبروا عنها بالطريقة لكن ما تعرف حدودة وين أنا عندي حياتي كمان ما بتشاركيني فيها الاجتماعية لأنه بعرفوا بعضهم على بعض بس ما فيك تأسريني وتعتبري أنه أنا لست وفية لصداقتك لأنني أنا عندي أصدقاء وأصدقات آخرين يعني كمان في ناس بحطوا شكل الصداقة اللي بدوني بس هيدا الشكل ما بنسبني إنه في صديقة بتقول لك لأ لما أتصل بديك ترده لما بدي يشوفك بدي طب بس أنا ماني فاضي يعني هي عندها فضاوية مجوزة ما عندها ولاد فبتختلف هيدا الأمور بشكل فيه مشاكل الحدود الحدود ثاني سبب هو أنه دائما تكون عم بيحكي عن حاله أو تحكي عن حاله دائما بيحكي عن حاله ودائما بيشكي عن حاله يعني لما كون قاعدين سوا دائما همومه أوكي منحكي فيه له مشاكل وهو محور نحكي فيه نجحته وأخفاقاته دائما نحكي فيه طب أنا مثلا بيسألك وأنت شو الوضع كيف مثلا بيسألك جاول جملة واحدة برجع الحديث يدور عنه يعني مرة على مرة على مرة بصيروا الناس يتجنبوه بقوا من هون أقول أنه هيدا انهيئة تقريبا بشكل تدريجيا هيدا تنتهي إذا الوحد ما بيبتره تغري تدريجيا ما أود حدا يتصفيه تدريجيا ما بيبتره يدعيه إذا هو بيدر بيدر بيدعوة ما لا أحد يلبيه لأنه هو المحور وما بيهمه الأشخاص وما بيهمه الأشخاص ومش نرجسي مدرور يكون نرجسي همومي أهم من همومك بس كمان فينا نحكس الفكرة دكتور رائد على أنه في أشخاص أنا بيسأبوا معي كمان بحبوا يعرفوا عنك كل شي وما بيحكوا عن حالهم بنحكسها ما خبرنا أنت شو عم بيصير معك لأ أنا بدك تسمع لي لما ما يكون في تبادل على نفس المستوى بالأراء إن كانت مادية سياسية اقتصادية حالات عائلية أو شخصية أو عاطفية بتحس أنه بفترة من فترات أنه يعرف عني كل شي ما بعرف عنه شي شعور بشاه وهذا تنطبق على المواعدة كمان لما حدا يكون بمشروع شريك بعد فترة أصيرة بحس أنه تعرف عني كل شي ما بعرف عنه شي أو العكس ما ترتاح لك وهنا الصديق ما بيرتح لي لأنه ما عبي ما بنقول بنفس بس ما عبي بيفصح عن الأشياء اللي عالتا نحنا بنحكي فيها دائما أنه بيسألني أشياء وأنا بجاوي بفتكرت أنه حابي بيعرف أشياء عني بيطلع عنه هو هيك دائما في تبادل لازم بالعلاقة أخذ وعطة أخذ وعطة خرجو يكون مع حدا من هود اللي دائما بحبو يحكي عن حاله بقى ساعة بيكون بيتوازنه بيتوازنه بكون حدا بحب يحكي عن حاله دائما وفي الخيانة الخيانة بتكون عارضة مش إنه قلت لك ما تخبر حدا عن كيف خبرته هاي دي بتصير أوقات زلة لسان ممكن بس عم نحكي خيانة العظمة لكن عم نقول مرة بعد مرة ما في خصوصية بيني وبينه لأنه ما في نعتبرها دائما زلة لسان إنه في اشي خصوصية أنت بتعرفها عني ما حدا تاني بيعرفها طيب وقلتها واضح من باب الأذية يا أما تبوت مي داون لحتى تنقر فيه أو تفخت فيه بالدرج يعني معني أنه بتحب الشعور أن أكون أدنى منك صح وهيدا أو عندك شعور بالحسن أوقات بقولوها بطريقة بطريقة إيجابية لكن إنعكاس علي بكون سلبة صح ممكن يشارك الأشدقاء المشتركين بكل شي بخصوصية سلبة وما بشاركهم بشي بخصوصية إيجابية هيدا واحد ما فيه يضبطها من أول أو تاني مرة لهيدا على المعاشرة بصير واحد يعرف أنه لا يكون لي الخير هيدا أو في حسد أو غير جويته هيك عميقة شوية هي بتكون الغيرة خبية بس تطلع بمطارح معينة مضبوط تكون سببها الغيرة ما رأيك بصديقة مثلا أنت صديقتك كثير صديقتك كثير صديقتي كثير إذا بدك بنت مرة ومرة ومثلا بتغير من صديقتها على جوزة مش بتغير بس بتتحاشل لقاء هيدا مضبوطة بتغير من صديقتها أنه هي صديقتها طالما هني مع بعض أيوة لما يدخل جوزة بتبطل صديقتها بعدها يعني لما يدخل زوجة لأوكي لأنه بتغير يمكن زوجة أي شيء إيجابي عن هالصديقة مثلا بتصير إن صديقتك بتفهم مثلا أوكي شو بتصير ولا أتحلى ولا أتحلى بهذه الصفة بصير بغار إيه إنه ممكن هو بس هذه صداقة حقيقية بتكون هلأ هي هون صداقة الحقيقية بتجي من مدى ثقتها بصديقتها إنه إذا وزوجة فيه ثقة بالزوج وثقة بالصديقة إنه مرة واثقة لازم تقول طبعا صديقتي بتكون بتفهم مش بدها تكون هي صديقتي مثلا لا يجب أن تكون فهم يجب أن يكون شيء ثاني يعني بدي يكون صفة ما عندها إياها وتقفر أو حلوة أو غير صحيح بدي تكون عارفة إنه زوجة ممكن يشكها حدا كما نقول كمان نسوان بشكها حدا ممكن يشكها عليها من أجل الصفة هي الغيرة بتجي من وراء نقص ما لو تقول أنا نقصني شيء معين وأعرف إنه شريكتي أو شريكي قد يتعرف إلى شخص يتحلى بهذه الصفة أو الصفات المعندي إياها بتشكل لي عقدي هي الغيرة نعم أما إذا بقول ما عندي إياها صفات تلك عندي صفات أخرى إيجابية معينة هون الثقة بالنفس بتجي أو واحدة بتقول صديقتي حبت لي جوزة أنا عم بعطيك أمثال بتصير بالمجتمع صح؟ هلأ بتصير بتصير كثير هذا كمان داعي ل هذا ما بتكون صدقتها نحكي عن إنهاء الصديق الصداقة هذا جريمة قتل هذا بكون كمان إنهاء هذا سبب لإنهاء الصداقة أكيد أكثر من إنهاء صداقة عينة على زوجي وبشكل واضح إنهاء الصداقتي معها هذا سبب وجيه هذه خيانة خيانة للصداقة جبران بيقول الأصدقاء يعني الأصدقاء لا يخنون يعني طالما خانتك ما بتكون صديقتك أصلا يعني أنت بتوجها على عرش الصداقة وهي ما أنا صديقة الأصدقاء لا يخنون صحيح ما هو مفروض ما هو مفروض نكون نفكرين أصدقاء صحيح فكمان الآن ابتبقت بموقف قلت ما على الصديق أو صديقة ما كانوا جنبي من موقف ما صح حسب هذا موقف شو شو يقيمته يعني مثلا إذا أنا عندي من عائلتي حدا أمي بالمستشفى وبوضع خطر وإنت من نحنا لما نقول الصديق الحميم معي كل إنسان كم صديق الحميم عنده صديق الحميم عنده صديق الحميم عنده واحد ونصف صعوبة إجارة الثانية صح يعني 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 يعرفوا تقريبا كل شيء عني مضرور كل شيء تقريبا كل شيء عن يمكن ما يعرفوه هذا بحتفظ قليل خمسة بالمية عشر مية المعلومات طيب إذا حدا منهم أو الدائرة اللي أوسع شوية صغيرة هذي بتوقع أنه عارفين أنه أمي مخترى بالمستشفى وصار لفترة مش أنه يومين ما حسيته ومحد أعرف صار لفترة طيب منتظر منكم ما دروا تيجوا لعندي وتقعدوا معي بالمستشفى بس إنه بدك شيء ما دروا يكون مادة لكن ما سمعت منه بهالظرف هذا فينس بقولوا إنه هذا الموقف لما ما سأل طيلة فترة أسبوعين معي تمنوا صديق أكيد ما رأيك حضرتك رأيي الشخصي صديق لازم يكون بالمستشفى معي رأيي الشخصي على الموضوع رأيك قل يمكن ما عارف وإذا عارف بقل برر له برر له أنه أنا ماعتبره أنه هو هون لكن بالواقع هو هون بقى 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 صديقي على مستوى هون وما بزيد توقعتي منه صحيح أنا كنت ما أعتبره هون حتى لو ما بدي منه شيء غير أنه السؤال بقى هذي بنجعل ناحة العتب هلأ في ناس عتب بمعنى ناطرين تاني على الكوعة يعتبوا أنه متأخر اتصالك بعض تلك لساني نصي وما جوابتي بعد ساعتان هذي عتب سرعيك بالعتب بقولوا أعد المحب بالعتب كبير لا فيه ناس بزدوها كتير بالعتب يعني أنه إذا عيدوا مع عياتي بيعتبوا إذا عرفت مسألي مثلا ما كنت عارفتي هلأدي بالخطورة ومسألتي بيعتبوا حتى لو برروا سح برر بقوله أوقات ما كنت عارف أنه هذا اللي صار بس سكتار عارفوا بس أنا ما عارفت مع أنه بالفيسبوك كانت موجودة وعلى السوشيال ميديا كانت موجودة بها الأيام هلأ في ناس عن جد ما بيطلعوا كتير على المواقع الإلكترونية بيعتبوا فإذا بدي يخدموا مني موقف ويحدوا من صداقتهم إلي من ورا هالمسألة فليكن معيها هلأدي حدود هلأدي حدود العلاقات ما بعرف أنه عادة العلاقات الإنسانية أنا برأيي شو ما كانت إن كان حب ولا صداقة لازم يعني الشرط الأول فيها الحرية أنه لما شخص بدك تكون معه بحياته شو ما كان عنوانه يكبلك صحيح ما بيكون صديح هو لازم يكون أحد جوانحك هو أحد جوانحك ويرفعك لفوق عم تحكي شعر منثور كأنه هيك مظبوط شعر منثور أنا بعاني من هذا الموضوع الحقيقة يعني بيتعرف عن ناس بتحكموا بحياتي وأنا مرأة حرة ما بيتفهموا هلأ أريد أن أخذ كلمة تاني لتيون ناس يتحكموا بحياتي أحد الأسباب اللي بتخلي الواحد يحد من صداقة أحدهم أو ينهي الصداقة لأنه بيعتبر بمكان ما إنه إذا ما عملنا المشروع اللي هني بدون يعملوا اللي هو بدون يعملوا وموقفت الموقف اللي هو بدون يوقفوا سرع بتحكموا بحياتي من كل النواحي حتى لو كان ما تسألي بتخصني أنا ما بتخصوا ألو على الأمر قلت له فقلت لهم فما تلاقيه ما تردت فيه لم أحبه ليش ملبك هؤلاء لهم يعتبرون أوقات صديقة تكون زوج أنا عندي صديقة مثلا مثل الزوج قالت له أنا جوز يصل لقتياق أنه بتكبلك فقلت أنه ما حلو هذا الجيد بصداقات أو العلاقة العاطفية أو الزوجية. لذلك هذه قصة القفص الذهبي للزواج. لا أعرف من أجد الفكرة القفص الذهبي. ما هو قفص. أو المحبس من حبس. مجرد صحيح. هو مفروض أن يكون علامة. ليس محبس. القفص الذهبي. معناتها أنه سرني بسجن خمس نجوم. هون مفهوم الزواج. هل تعتبر حالك في خفص ذهبي؟ أو متزوج. لذهبي ولا فضي. الصداقة ممكن تكون هكي. أنه أنا صرت أسير كيف واحد أتحدث عن أطراف السياسية. كيف وقف هكي موقف سياسي مع فلان. وهو يخالف ما يؤمن فيه. عقائديا ولا آخر. أسير تحالفاته. هون بصير أسير أسير صداقاته. ما بدل يكون أسير صداقاته. طبعا يكون عبده. مسير. تتغير أراقه. قبل ما يخلص الوقتنا. أخذ رأيك بقول. أنا تربط على هذه القولة على فكرة. ابن المقف يقول. الصداقة والمنفعة لا ينفصلان. كالماء تغلى على النار. ثم ما إذا رفعت عنها عادت باردة. والمنفعة فيها تكون مدية. وفيها تكون عاطفية. شو رأيك؟ لا الواحد. شو يطلع لي من الصداقة؟ يعني أنا مثل الحب. الواحد يقول أنه ما بدي شيء من علاقة. الحب هذه لا. لأنا لأنه مرتاح معه. ولأنه أجد نفسي معه. ولأنه أكون على طبيعتي معه. فإذا أنا برتاح معه. وهذه من ضمن الأشياء التي تخليني أنه حبها. وحب أن يكون معه. وهو نفس الشيء بالنسبة للصداقة. لأنه عبرتاح نفسيا مع الصديق. مثل ما عبر يطلع لي. عبر يطلع له في تبادل. معنى إذا ما نفع ما تكون ما نفع مدية. عاطفية. فإن نفع عاطفية ونفسية. أكيد. وعلى أمل أنه أكون أنا أفيد العبصاد وبصداقة. مثل ما أنا أفيد منهم. ما أنه غلط. طيب. كثير حلو لك. كان دكتور رائد محسن. شكرا لك. على هذه المعلومات المفيدة مثل عادة. ونلتقي بمواضيع أخرى.